رسميا نيو كاسل بيضم تونالي تونالي لعيب الإيطالي لعيب الميلان النهاردة أعلن نادي نيو كاسل التعاقد الرسمي مع الإيطالي ساندرو تونالي قادما من صفوف الميلان نشر نيو كاسل على حسابه بموقع التواصل الابتماعي تويتر صورة لتونالي وكتب عليها يسعدنا الإعلان عن صفقة ساندرو تونالي من الميلان أضاف ينضم اللاعب البالغ من العمر 23 سنة إلى صفوفنا مقابل رسوم لن يتم الكشف عنها وفق على عقده في ساند جيمس بارك ده لغاية أو حتى عام 2028 وطبعا التويتر بيقول مرحبا بك في نيو كاسل يا ساندرو بعد التعرير قالت أن ساندرو تونالي انتقل من ميلان إلى نيو كاسل مقابل 70 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تقرب من حوالي 5 مليون يورو هيحصل الميلان على 10% من قيمة إعادة البيع لتونالي مستقبلا ويقرر نيو كاسل يعني نقله إلى نادي آخر يعني الميلان هيأخذ 70 مليون يورو وحيكون لي 10% من إعادة البيع مرة تاني على فكرة صفقة كبيرة جدا جدا 70 مليون يورو أعتقد يعني صفقة كبيرة نيو كاسل كمان حضراتكم عارفين أنه هو من أحد الفرق اللي هتشارك في الشاملز ليج الموسم القادم وبالتالي بيجمع لعيبة على مستوى عالي جدا تونالي لعيب مميز جدا وكان ليه يعني قدرة كبيرة جدا في فوز الميلان الموسم قبل الماضي أو الحصول على السيريا وبالتالي كان صفقة نجحة جدا وطبعا لعيب مميز بمستوى كبير جدا جدا